مرحباً سيوداني، مرحباً إلى الفيديو هذا الفيديو الثاني عن جملة الوصل التعريفية unit 6 lesson 4 مرحباً سيوداني، وكان هذا الفيديو لها مثل ما شرحت سابقاً بأنه relative clause جملة الوصل المعرفة هي مكونة من relative pronoun ضمير الوصل ثم الجملة التي تأتي بعدها about the rest of the sentence that gives information about the noun before the relative pronoun إذن هي تبدأ جملة الوصل المعرفة تبدأ بضمير الوصل ثم تأتي بعدها بقية الجملة تعطي معلومة عن الاسم الذي يسبق relative pronoun ضمير الوصل إذن بها الطريقة تأتينا الاسئلة الوزارية that's the engineer who which where designs the house which one is the right answer أيوما أختار who which where designs the house إذن لو أجبه على قبل الاختيارات عنده the engineer is a man هو إنسان إذا راح نقوم هنا مطينا طبعاً بفعل design صممه which one is the right answer who is the right answer who is the right answer the engineer who designs the house إذن المهندس الذي إذن the meaning of the relative pronoun الذي أو التي اللي هو which that هاي معناهم الذي أو التي who designs the house إذن جاني بعد الاختيارات جاني فعل صممه إذن من صمم المنزل المهندس فهنا إجاني فعل لذلك اختارينا الضمير الوصل المناسب للإسم الذي أتى قبله وهو عاقل اللي هو الإنجينير فاختارينا ضمير الوصل للإنسان العاقل number two my family decide to buy the house the house الإسم الذي يأتي قبل ضمير الوصل before the relative pronoun where the house هو غير عاقل البيت هنا غير عاقل منطين خيارات where whose which has a big garden has هنا هو فعل رئيسي بمعنى يملك أو فيه which one of these relative pronouns is the right answer which is the right answer ليش لأن بعد قبل إجاني قبل الخيارات اسم غير عاقل وبعد الخيارات إجاني فعل إذن the house which has a big garden البيت الذي فيه حديقة كبيرة number three the man i saw the man who which whose house was sold yesterday إذن رأيت الرجل قبل لا تقولون رح نختاره لأنه عندي the man هنا قبل الخيارات لا انتظروا شوفوا كل الجملة تفتهموا كل جملة قبل الخيارات who which whose house was sold the right answer is whose whose house was sold شوفوا بعد الخيارات عندنا اسم لي هو the house رجل ما علاقة الهوس ب the man اللي قبل relative pronoun قبل ضمير الوصل هو يملكه إذن whose house was sold إذن أنا رأيت الرجل الذي بيع منزله البارحة number four ما زنبوت the house ما زنشترى المنزل who whose which garden is very beautiful ما زنبوت the house who whose which garden is very beautiful whose is the right answer whose garden is very beautiful شوفوا بعد الخيارات يجعني اسم وليس فعل كما في المثالين الأولين حقيقة بأنه defining relative clause هي جزء من جملة هي جزء من جملة لو نشوف هنا عندي جملتين الأولى هي الجملة الرئيسية الجملة المستقلة that's the man انطاني هنا جملة ثانية أخرى عن المان عن الرجل he designs the house معلومة أخرى طانية معلومة أخرى عن الرجل أنا ممكن أربط هذني جملتين بال relative pronoun بضمير الوصل كون جملة تامة كاملة بدل من ضمير الفاعل هي راح أكتب ضمير مناسب relative pronoun who للعاقل that's the engineer who designed the house number two my family decided to buy the house it has a big garden إذن it هنا تعود على من؟ على الهوس هنا كان he يعود على المهندس it راح نحذف it وضع مكانها الضمير المناسب للأشياء وهو which 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 or that which or that my family decided to buy the house which has a big garden في الحالتين الأولى والثالث المثالين الأولين الأول والثاني توجد بعد relative pronoun عندي فعل هنا designed وهنا has نجي هنا number three I saw the man his house was sold yesterday أنا رأيت الرجل الذي بيته بيع البارحة إذن هنا عندي ضمير تملك ما علاقة الهوس بالذمان بالرجل علاقة بأن هذا البيت يملك إذن راح نحذف الضمير التملك his وأخلي مكانه relative pronoun الخاص بالتملك وهو whose whose house I saw the man whose house was sold yesterday نفس الشيء بالمثال number four ما زن باوت the house ما زن نشترى البيت its garden إذن أين الحديقة its garden إذن تعود الحديقة إلى البيت إذن هي جزء من البيت its الضمير تملك راح أحذفه أو خلي الضمير المناسب relative pronoun for position ضمير الوصل للتملك حذفه أنام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا